أهلا بكم معكم نوريس عالي ونستمر مع مصار Next.js ففي هذا القسم من الفيديوهات سنقوم بتحسين الشكل العام للمشروع وكما تلاحظون أن مشروعنا جيد جداً يعمل يحقق الوظيفة لكن لا يحقق الشكل العام يعني الشكل العام ليس جيد فعلينا أن نحسنه فبداية سنبدأ مع إنشاء كومبوننت اسمها Layout Component هذه الكومبوننت جداً مهم أن نفهم وظيفتها لأننا سنستخدمها لاحقاً يعني سنستخدم نفس المفهوم لاحقاً مع مميزات Next.js الجديدة فLayout هو فقط الشكل العام للصفحة فكل صفحاتنا سيكون لها تقريباً نفس الشكل العام أننا سيكون لديها هيدر وثم الصفحة هيدر وثم الصفحة كلها نفس الموضوع يعني اللوجين لدينا هيدر وثم الصفحة فيمكن أن نضع الهيدر بLayout Component وثم نحيط كل صفحة بLayout Component لنرى كيف يبدو ذلك فإذن لنبدأ فلا تنسوا أن تشغلوا كل المشاريع مشروع سترابي وأيضاً مشروع Next.js فإذاً طبعاً هنا لدينا بقسم الـ Component أين قسم الـ Component؟ أين هو؟ لا أعرف فإذاً ها هو نريد أن ننشئ هنا Component اسمها Layout فذلك لنبدأ فبكل بساطة باستخدام محرر بفضل لديك تكتب تنشئ يعني ملف Layout Component وكأي Component عادية هي عبارة عن Function ويأخذ Props هذا الفنكشن وسنعيد من هذا الفنكشن سنعيد Dev هنا ونغلق الـ Dev أيضاً نريد أن نجلب الـ Header ما رأيكم؟ أن نضع هنا الـ Header عفواً فنجلبه من أين؟ فإذاً Import Header نحن الآن بمجلد Component فمن نفس المسار سنجلب الـ Header بهذا الشكل فإذاً هذا هو الـ Header وأيضاً سنضيف هنا Main هنا سنضيف المحتوى الأساسي للصبحة سنجلبه من الـ Props فإذاً Cons Children ومن الـ Props فإذاً فكرة Children أن أي شيء الآن سترون كيف تعمل هذه الـ Component فإذاً هنا يمكن أن نجلب لـ Children مبدئياً هذا فقط الآن سأذهب للصفحة الرئيسية وهي صفحة الـ Index ومن هنا أيضاً سأجلب Layout Component فإذاً الصفحة الرئيسية صفحة Pages Index مرة أخرى إذا أردتم أن تعرفوا في أي ملف أنا أعدل فعليكم النظر إلى هذا القصم هنا أنا أعدل فالموضوع سهل جداً فأريد أن أجلب Layout من الـ Component وأريد إحاطة كل الصفحة هنا بهذه الـ Component فإذاً كل شيء أريد أن أحيطه بالـ Component Layout فإذاً هذا كله الموجود هنا الذي وضعته بداخل Layout Component اسمه Children وبالتالي هذه الـ Children التي وضعتها هنا هي التي سيتم وضعها هنا بالـ Main بال Layout Component فإذاً لنرى كيف يبدو ذلك فإذاً سأذهب إلى الصفحة الرئيسية فإذاً نلاحظ ظهر لي Two Headers وليس Header واحد والسبب أن في صفحة الـ App نحن وضعنا الـ Header فعلينا أن نمسح الـ Header من صفحة الـ App فلنقوم بذلك فإذاً سأذهب لصفحة الـ App وهنا سأمسح الـ Header من هنا وأيضاً سأمسح الـ Header من هنا أيضاً سأقوم بالتنظيف ما رأيكم أنه نظف قليلاً؟ لا مشكلة بالتنظيف أنا أبقيت هذه الأمور كيف تذكرون لكي تروها لكن أيضاً يمكنكم رؤيتها بالـ GitHub إذا ذهبتم إلى Change History فيمكنكم النظر لهذه الأكواد فإذاً منتاز فإذاً الآن أصبح لدينا Header واحد وهذه هي Layout Component لاحظوا أن في الأعلى هنا يوجد Local Host واسم هذا الموقع إذا كنت على موقع آخر ستجد اسمه أو نعد الضرب فاسم Local Host سيتجدونه في الأعلى والسبب هو أننا لم نضيف title لهذه الصفحة ولا لم نضيف description للصفحة فالtitle هو الذي يتم إضافته هنا بالـ Head الصفحة فيمكن أن نضيف التايتل من خلال Layout أيضاً Component هنا فكل بساطة سنقوم بـ Import Head From Next Head أعتقد في شرحات سابقة شرحت عن هذه الـ Head وهنا بداخل الـ Dev سنضع هذه الـ Head هكذا ونغلقها وهنا سنجلب التايتل سنقول ضع التايتل هنا مبدئياً سنكتب تايتل This is title حتى أريكم والآن لو ذهبنا للصفحة سترون في الأعلى This is title وهذا الشيء سيطبق على كل الصفحات لكن أنا لا أريد ذلك فعلياً أريد أن يكون هناك تايتل مميز هنا فسأجلب التايتل من الـ Props وهنا سأكتب تايتل آفون جيد فالآن هذا التايتل لم يتم تزويده سيكون لن يكون موجود أصلاً أن يتم تزويده فعاد هذا الشيء فحتى نزود التايتل الشيء الذي سنفعله سنذهب لصفحة الـ Index هنا وفي مكان أن استخدامنا للـ Layout سنكتب تايتل يساوي وهنا يمكن أن نكتب مثلاً أو يمكن هنا في الأعلى مبدئياً نكتب constant title ونكتب This is homepage مبدئياً وهنا بالتايتل بالـ Layout سنضع هذا التايتل فإذاً الآن في عفون الآن هنا ستجدون This is homepage جيد فإذاً في الأعلى هذا هو التايتل هذا التايتل مهم جداً من ناحية المنظر العام أن يكون هناك تايتل للـ Tab الذي لديك الذي تفتحه أيضاً مهم جداً للـ SEO الـ SEO الذي لا يعرف ماذا تعني يعني Search Engine Optimization يعني تحسين محركات البحث وتحسين محركات البحث يعني عندما هذه الصفحة أنا أضعها على الإنترنت هذه الصفحة تقريباً غير مهمة إلا إذا تم أرشفتها من قبل محركات البحث بحيث الشخص إذا قامت محركات البحث بأرشفتها الزائرون يمكن أن يروها يمكن أن يبحثوا عنها وأن يجدوها ويصبح لها زوا فمحركات البحث تنظر لموضوعين الموضوع الأول تنظر لكثير من أشياء طبعاً لكن الأستاذ للأساس تنظر لتايتل الصفحة تايتل الصفحة ليس الموجود بـ H1 التايتل الموجود بهنا هذا وأيضاً تنظر شيء اسمه الـ description وأيضاً الـ description سأضعه هنا فإذاً الـ description هو عبارة عن متة تاد موجودة بالـ hit وهنا اسم هذه المتة سيكون اسمها description هكذا اسمها والـ content هنا تضع page description طبعاً يمكن أن أجلب أيضاً الـ description من الـ properties فإذاً أكتب هنا description وأعطيه مثلاً قيمة افتراضية page description لأنني لن أقوم بكتابتي لن أقوم بإضافته بكل الصفحات وبالتالي سأعطيه قيمة افتراضية وهنا بالـ content سأضيف description فإذا تم تزويد description بأي عند جلب هنا إذا تم تزويده سيتم وضعه هنا إذا لم يتم وضعه سيظهر لنا page description طيب أين تظهر هذا؟ فبكل بساطة إذا قمت أنا بـ inspect وذهبت للـ head هنا فإذا نلاحظوا هذا الـ head الموجود هنا هو الذي استطعت أن أضيفه باستخدام head next. باستخدام هذا استطعت أن أضيف أشياء بداخل الـ head الذي هو head صفحة الـ فهنا أضفت الـ title وهذا والـ description لاحظوا ظهر page description فأكذب للمرة الأخيرة الـ title والـ description مهم جدا لمحركات روبوتات السحف أو لتحسين محركة البحث للـ SEO أو SEO ومن خلاله يمكن لمحركات البحث أن تتعرف على هذه الصفحة وأن تفهم ماذا تقدم هذه الصفحة للزوار وبالتالي يمكن أن يساهم بزيادة عدد الزوار الصفحة فإذا هذا موضوع انتهينا منه فإذا الآن نحن قمنا بإضافة الـ layout لهذه الـ homepage وبعد القيام بهذا الشيء سنصير بهذه الخطة أو بهذا المسال وأننا سنقوم بتعديل صفحة صفحة بمعنى آخر لدينا الآن الـ homepage سنقوم بتحسين هذه الصفحة بعد الانتهاء منها سنحسن غيرها ونضيف layout للصفحات الأخرى وواحدة تلوة الأخرى بالترتيب وهكذا نصير بخطوات ثابتة فإذاً لنبدأ نحن الآن بـ homepage فأول نقطة نريد تحسينها بهذه homepage هي homepage header فإذاً نريد إضافة page header هنا أفضل من هذا وأيضاً كل صفحة من صفحات الموقع تحتاج page header تحتاج مثلاً مكان نضع فيه العنوان وكذا فبالتالي سأنشئ component خاصة بذلك فإذاً لن نقوم بذلك فإذاً من كل بساطة سأنشئ component جديدة سأسميها page header وهذه page header سأضع فيها التالي طبعاً نسميها page header أم page heading يمكن أن تسميها ما تريد لا مشكلة فإذاً الآن export default function وسأسميها page header وهنا return header طبعاً هذه الهيدر بهذا الشكل هي HTML5 component وليست مثل الهيد الذي عملنا معها بالسابق الهيد يكون في أول صفحة HTML قبل البضي أما الهيدر هنا تعرف فيه الأشياء ترويسة الصفحة ماذا تعني هذه الصفحة وهنا سنضع H1 هذا الهيد سيكون بداخله title الذي سنجلبه من الابروبس فإذاً سيكون هناك title سنمرره للابروبس وأيضاً سأضيف classes سأضيف هذه الهيدر page header سأجعلها global والسبب أن سأستخدم page header في كل الموقع بكل موقع كل موقع سيكون فيه page header وبالتالي الخاصة بال page header سأضيفها فإذاً هنا page heading الهيدن يعني H1 H2 هذا اسمه heading أما الهيدر فإذاً هو component كاملة فإذاً الآن هذه component الآن معلقة لما أقوم بإضافتها بأي مكان سأذهب لل layout وأضيفها هناك فإذاً هنا سنجلب page header من page header من component هذا وهنا في الأعلى بعد الهيدر هنا سنضيف page header وال page header تحتاج title أو من props title يعني وهذا title للتوم مزود لل layout جيد؟ هل أنا كتبت شيء خطأ؟ لا فإذاً لنرى فإذاً يفترض الآن title this is homepage طبعاً ما زال هناك title آخر لأن بصفحة الـ index لم نحذف بعض الأشياء فأنا أريد أن أحذف هذا وأحذف هذا فإذاً لنتعب بصفحة الـ index صفحة الرئيسية هذه صفحة الـ index سأحذف هذا الهيدر الموجود هنا مع general control فإذاً الآن فقط لدي this is homepage الآن يجب أن أقوم بـ styling له وكما قلت الـ styles سأضيفها لـ global يمكن أن أمسح هذا لأنني لم أقوم باستيرادها فبكل بساطة سأذهب إلى styles global وهنا أريد أن أضيف styles الخاصة بـ يعني بدايةً تعونا نكتب هنا page header styles فإذاً هنا أريد إضافة هذه الـ styles هنا والتي تتكون من page header component header والـ page heading التي هي H1 واضح؟ فهنا سأكتب بعض من الـ styles الموجودة هنا سأضيفها فسأبدأ بـ page heading فأريد أنا فعلياً point weight يكون pulse page heading وأيضاً يكون هناك بعض من أو لا أريد إضافة ذلك لنعمل بهذا الشكل حتى ترون التغييرات بأنفسكم وتقررون الـ style بناء على ذلك جيد فإذاً قم بإضافة font weight بهذا الشكل أما بالنسبة للـ container الكلي فإذاً هنا سأضيف بدايةً background green حتى يعني تروا هذه الـ background جيد ها هو وسأجعل الـ width الخاص به 40% ليس width كلي سأوسط هذا الـ header بكتابة margin-top عفوا margin-left-auto و margin-right-auto أيضاً ممتاز سأعطيه height معين فإذاً height 100 pixel جيد سأوسطه فإذاً text-align-center إذا أرد توسيطه توسيط الكلام أن يكون للأسفل فبالتالي سأحتاج سأكتب سأستخدم طريقة flex وأقوم بكتابة flex-direction أو direction-column وسأضيف justify content-center حتى أوسطه على y-axis فإذاً جيد الآن سأضيف بعض من border هنا فإذاً لاحظوا سأضيف border top left يعني top left يعني هذه border top left هذه top right فالradius لها هذا ستكون zero وأيضاً الright لا أريد أن أضيف border radius لها فإذاً ستكون أيضاً right zero جيد لكن ما الفرق الآن؟ الفرق عفواً هذه top right صحيح نعم صحيح bottom left radius الذي يأتي هنا bottom left فأريد أن الradius يكون بهذا الشكل له لاحظوا كيف أصبح الشكل أما بالنسبة للbottom right للجهة الأخرى طبعاً عفواً أنا مسحت هذه عن طريق الخطأ فإذاً خمسين بالمائة عشرين والجهة الأخرى أيضاً ستكون نفس الشيء فإذاً خمسين عشرين بالرغم أن الشكل هكذا يبدو أفضل صحيح فإذاً عفواً bottom right radius فإذاً أصبح بهذا الشكل بالنسبة للcolor فأنا أريده أن يكون بالتأكيد white ممتاز إذاً أعتقد أن هذا الشكل جيد جداً بالنسبة للhome page ها هو نختبر فإذاً جيد عندما نقوم بhover حوله بالنسبة لpage header hover فأنا أريد يكون crosshair وأريد أن يحدث بعض من الشفافية فإذاً هكذا فإذاً لاحظوا ويمكن أن نضيب هنا transition حتى تكون هذا التغيير بطيء نوعاً ما فإذاً الآن لاحظوا يعني بهدوء يحدث transition وليس فجأة يعني فإذاً هذا شيء جيد جداً قمنا بإضافة page header الآن كلما نريد أن نضيف كلما نريد أن نضيف صفحة جديدة في الheader الخاص بها جاهز من layout الموضوع الثاني الذي أريد أن أتحدث به الآن هو أن تسمعون بالتأكيد بكلمة theme أو قالب معين أو ألوان الموقع كيف تكون فكما تلاحظون نحن نضيف الألوان مثلاً مرة green ومرة brown ومرة لا أعرف ماذا dark وغري وهذه الألوان نضيفها للموقع لكن فعلياً نضيفها بشكل عشوائي لا نضيفها بشكل اتصاق يعني بشكل متصق فكيف يمكننا أن نكون يعني يكون الألوان الخاصة بموقعنا متصقة فعلينا أن ننشأ قالب لهذا الموقع إنشاء قالب لهذا الموقع هناك كثير من الطرق لإنشاء قالب يمكن أن نستعين ب ممكن أن نستخدم شيء يعني شيء خارجي يعني لكن نحن لا نريد أن نستخدم شيء خارجي يعني أنا أحاول قدر الإمكان أن لا نستخدم شيء خارجي في هذا التعلم فقط نريد أن نستخدم عقلنا وآلية تفكيرنا وبالتالي سننشأ الآن قالب لكن ليس بإستخدام أي لايبراي خارجية وطريقة بسيطة جدا جدا فسنبدأ من الـ Global Style هنا وبالـ Global Style سنقوم بإنشاء طريقة أكتب هنا Global أو Theme Colors وسنجلب الـ Root Component ونستخدم CSS Variable فبالتالي هنا سنستخدم شيء اسمه Primary Color طبعا أنت تسمي أي شيء أنا سأسميه Primary Color وهو اللون الأساسي يمكن أن تضع أي لون تريد طبعا بالتأكيد أنا الآن سأضع بعض الألوان يمكن تغييرها فيما بعد لكن عندما يتم تغييرها سيتم تغييرها مكان واحد هو هذا المكان لن يتم تغييرها في كل الموقع فبالتالي تغيير ألوان الموقع سيكون أسهل جدا مع هذه الطريقة فالآن اسم هذا اللون هكذا وأيضا سأقوم بإنشاء Secondary Color والSecandary Color سيكون F29F05 فإذا جيد فإذا هذه الألوان وفكرة أن لدينا لون أساسي يمكن أن نستخدمه في الموقع وأيضا لون فرعي يمكن أن نستخدمه في حالة إذا أردنا كسر اللون هناك نظرية لاستخدام الألوان هناك يعني علم خاص كيف تستخدم الألوان حسب الموقع يعني إذا كان موقع مثلا خاص بالريسبي فما هي الألوان المناسبة لهذا الموضوع إذا كان هناك موقع خاص بالرياضة مثلا ما هي الألوان المناسبة للموضوع لو هناك موقع ببلد معينة ما اللون الخاص بهذه البلد أو كيف ذلك فإذا هذا موضوع كبير طبعا خارج نطاق الدروس الذي نحن نتعلم بها خارج الخطة التي نعمل بها لكن أحببت أن أقول لكم هذه الموضوع حتى يكون لديكم فكرة عن يعني فكرة عن الموضوع ربما تريدون دراسة هذا الموضوع وفهم أكثر عن هذا الموضوع فهذا هو المجال أن تذهبوا للنظرية الألوان وتدرسوا أكثر حول كيفية اختيار الألوان مناسبة للموقع فإذا الآن أصبح لدينا لون أساسي ولون فرعي يمكن أن نستخدمها في الموقع فبكل بساطة وهنا عندما قلنا أن البيج هيدر هو لونه غرين لا نريد لونه غرين نريد لونه اللون الأساسي للموقع فنستخدم بهذا الشكل نكتب فإذا نلاحظوا هذا اللون الذي أنا اخترته لهذا الموضوع يمكن أن تغير تقول أن أريد secondary color فإذا هذا secondary color فسأختار primary color مجددا وكون لدينا الآن primary color فبالتالي أعتقد سيكون هكذا أفضل لون أو مثلا يكون CC مثلا أو نعيده white لا أعرف فقط لن نهتم كثيرا لهذا المواضيع الآن فقط الأفكار الرئيسية فإذا أصبح الآن لدينا theme للموقع وسنستخدم الكرر الخاصة به هنا مرة أخرى أكرر فقدت هذا الموضوع إنما أريد تغيير ألوان الموقع وغيرها من هنا وستتغير في كل أنحاء الموقع فلا داعي لتغيير كل مكان أنا قمت وضع به color معين مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر